يعني وصولك لليابان و كأول إماراتي يوصل لليابان برا شو شعورك يوم حققت هذا النجاز؟ أول شيء الشعور هذا يعني الشعور أول شيء أفتخر أفتخر بنفسي أني حققت إنجاز للإمارات أنا و أخوي سلطان النهدي اليوم أنت تتكلم مو من الساحل أنك توصل لنقطة بعيدة صحيح و ثاني شيء اليوم أنت تتكلم اليوم أنت يعني ما تقدر توصل لهذه الدول إلا من بعد ما تتكلم أنك أنت دربك يكون مهت اليوم تتكلم أنت عن القيادة القيادة الرشيدة أن نوفر لنا كل السبل اللي سهلت علينا هذا الدرب والسفل نحن نشوف الصورة الآن أنت و زميلك طبعا و أنتوا رافعين عدم الإمارات صراحة نحن بعد نرفع لكم القبعة على هالمغامرة الشيقة والشاقة بنفس الوقت ماشاء الله عليك